منا بتقول حنعمل هجرة أنا وزوجي وأولادي إلى بريطانيا ومحتاج أعرف أفضل مكان للسكن إيجار وبجوار المدارس الحكومية وبالقرب من خدمات أو مسجد طيب بص يا منا أنا هكلمك على لندن واعتقد أن المدن الكبيرة في إنجلترا زي مانشستر زي برمينجهام المفروض هكون عاملة زي هنا بالظبط تمام؟ بالنسبة لأحياء لندن كل حية حيبقى أكيد فيه مدارس حيبقى أكيد فيه خدمات وحيبقى فيه كوميونيتي سنتر الخدمات اللي هو مثلا حاجة زي مثلا تلينيكس أو مستشفيات أو حاجات زي كده اسموا بوليس الحاجات اللي هي الطبيعية جدا كل حية من أحياء لندن فيه كلامها تمام؟ لكن لندن فيها أحياء كويسة جدا وفيها أحياء متوسطة وفيها أحياء يعني أقل من المتوسطة تمام؟ لو أنت عاوز تسكني جنب الغرب يعني يكون مثلا حواليك مصريين عرب أحسن مكان حيبقى أكتون إيس أكتون وحاجة أو حي اسمه هارو الأحياء دي مدوجت فيها العرب كثرة اللي هي بتعتبر فيه الشمال الغربي شوية من لندن تمام؟ لو عاوز تسكني فيه حي فيه مثلا مسلمين كتير والكلام ده سلاو اللي هو في غرب لندن برضو مليان مسلمين كتير وحتشوفي باكستان وهنود في كل حتة فده برضو لو أنت عاوز مكان زي كده لو عاوز تسكني في مكان بقى فيه اللي هو إيه فيه كل الكالتشرز أو فيه جنسيات كتيرة فأنا برشح لك مثلا الحي زي اللي أنا ساكن فيه اللي هو ساتون وده فيه جنوب لندن حتلاقيني عملت كم فيديو عليه على الفيسبوك وعلي يوتيوب بتكلم فيهم على الحي وماشي فيه وبصور فيه الحي اللي أنا ساكن فيه من الحياء الكويسة جدا في لندن وأنا بصراحة بريكماند أي حد ييجي لندن يسكن فيه السكن هيبقى غالي سنة مش هقول غالي قوي غالي سنة بسيطة لو أنت هتسكني في أمارة زي اللي أنا ساكن فيها لكن لو هتسكني في هاوس هو السعر الطبيعي الميزة هنا إن احنا عندنا مساجد عندنا كذا مسجد منهم مسجد ساتون المركزي اللي هو على بعض بالضبط دقتين أو تلاتة مني ماش هنا فيه هي هنا فاميلي أكتر يعني عائلية أكتر لما هتمشي في الشارع هتلاقي زوجته زوجته أطفال أطفال ماشيين في الشارع أنا في رأيي إن الدنيا هنا أمان مقارنة بأحياء كتيرة جوة لندن يعني أنا رأيي الشخصي بعد سنة وتمن شهور من معاشتي جوة ساتون إن ساتون من أقمن الأحياء اللي موجودة في لندن إنك أنت ممكن تمشي براحتك الساعة تسعة بالليل وعشرة بالليل أنا طبعا بس أنا راجل فبتماشر راحدي مثلا الساعة احتاشر أو اثناشر أو واحدة صبح ما عنديش أي مشكلة خالص ساعة بابا راجع من المطار مثلا لو بسافر السفرية برجع الساعة واحدة أو اثنين بالليل اللي طبعز يوقفني بتماشر غاية بيتي الدنيا أمان جدا هنا فلو بتدوري على الأمان أقدر أرشح لك ساتون ودي أنا ساكن فيها وده بناء على الخبرة الشخصية بعد سنة وتمن شهور وكمان هنا فيه مسجد كبير في الأحياء جالبا هتلاقي في كل حي فيه مسجد وحتلاقي فيه أحياء فيها مسجد كبيرة جدا وفيه أحياء فيها مسجد متوسطة المسجد اللي عندي مسجد متوسط ولكن فيه كل الصلاوات الفجر والظهر والعاص والمجرب والعشر وطبعا سراطك جمعة هنا نتيجة العدد الرهيب من المسلمين بيتصلى مرتين يعني احنا عندنا جمعتين جمعة أولينية الساعة واحدة وربع والجمعة الثانية الساعة اثنين للربع دللي ملحقش الساعة واحدة وربع تمام؟ المدارس الحكومية هنا في ساتون برضه كويسة وباسمع إنها مستويها عالي سلاوه برضه المدارس الحكومية فيها كويس نتيجة أنه لوحث سهوا مساكن فيها اكتن المدارس الحكومية هتلاقي فيها عرب كتير فدي اللي انا برأيي الشخصي الميزة هنا ساتن عن اي حاجة تانية ان فيها حياة ان هي قريبة من جاتويك بالمناسبة مطار جاتويك يعني لو هتخد اوبر من هنا لمطار جاتويك هتلاقي نفسك دفعة من 30 ل 35 جنيه سترليني وده رقم مخص جدا وبالزبط المسافة نص ساعة لو هتروحي بالقطر مثلا فحياخد منك حوالي 40 دقيقة لو هتروحي مطار هترو في هنا اللي هو بيروح مطار هترو بعد ما يعدي على 4 محطات الحياة هنا حلوة صراحة وفي هنا جنبها كارشلتر وجنبها كم حي برضو من الاحياء الرقية الميزة كمان في حياء لندن والحي اللي انا ساكن فيه ان الخضار هنا رهيب جدا اتفرجي على فيديوهاتي من الشقة اللي انا عايش فيها هتلاقي كمية الخضار الموجودة جنبنا هنا باركس كتير جدا سلاوا فيها باركس اكلوا فيها باركس هاروا فيها باركس كل مكان هتروحي فيه في لندن هتلاقي باركس يتبقى فيه اللي هي الجنين او الحضائق اللي هي ببلاش كمية مساحة قضرة رهيبة الاطفال ممكن يلعبو ينبستو يلعبوا كورة فيها العاب للاطفال السغيرين وبالتالي مش هتحس باي مشكلة فالص ان الاطفال يلاقوا مكان ينبستو فيه وغيروا جو فيه ويلتعوا فيه تاني مرة عشان بس اللخص اللي انا قلته قلت كلام كتير لو عاوزة تعيشي كون حواليك عرب و مصريين عندك اكتن وعندك هارو لو عاوزة طبعا هاباكيها مسلمين كتير لو عاوزة اللي هم مسلمين من الجنسات التاكستانية والهنود سلاو لو عاوزة حي في دفرنت كالشورز او في كالشورز ثقافات مكتعفة برشاه لك الحي اللي انا عايش فيه لو عايزة حي عائلي الحي ورضو اللي انا عايش فيه يعني من الاخر انا برشح لك الحقيقة اللي انا عايش فيه عشان انا اعجب خبرة فيه انه هو امان وكويس وعائلي دوري عليه اسمه ساتون هتلاقيه في كنوب لندن كتابي كده ادخلي على جوجل مابس وكتابي اس يو تي تي او ان هتلاقيه موجود ده برشحه وتخلي تشوفي فيديوهاتي على الفيسبوك واليوتيوب وهنا تيك توك هتلاقيني مسور كتير او انساتهم انا بسوره هنا كتير جدا بتماشي رايح الجامع بتماشي في البارك القدامي او اي حاجة اتفرجي عليه عشان تجدي فكرة اكتر عن الحي اه اللي انا عايش فيه لها وبس كده ولو في اي سؤال سأليني وانا ان شاء الله هرد عليك ولو في اي سؤال في كمان صحبي وصدقتنا عزيز احمد عطية مش مهندس احمد عطية احمد نيوكي هو متزوج بعضو ابلاده لو عايزة تسأليهم اي سؤال اسألي وانا تجاوب ان شاء الله برضه وبس كده